أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل الإحساس بالزنب قضية خطيرة جداً بتوصل صاحبها لمنحدر خطير جداً جداً ممكن الإحساس بالزنب بسبب مثلاً إنك عملت خطيئة في نظرك هي كبيرة جداً مكسوف منها ومش قادر تسامح نفسك عشانها ممكن تكون أنت تسببت في أذى نفسي أو جسدي لشخص ومش قادر تسامح نفسك زي مثلاً قيين لما قتل أخوه هبيل ما كانش قادر يسامح نفسه وقال زنبي أعظم من أن يحتمل زي يهوزة الأسخريوتي اللي سلم المسيح للصلب 30 من الفضة كمان السامرية من كتر ما هي كانت حسة بالعار من كتر الجوازات بتاعتها والراجل اللي عايشها معاها كمان كانت تخرج في عز الظهر يتيمشي كده تتسحب فعز الظهر عشان البير مفيش حواليه حد تروح تجيب ميا عشان محدش يشوفها ليه؟ لأنها مش قادرة تواجه الناس كمان بطرس اللي كان في يوم من الأيام قال للمسيح كده كان شجيع قوي قال له إن الكل لو أنقروك أنا مش ممكن أبداً هعمل زيهم تعالوا نشوف يهوزة الإسخريوتي كان عنده فرصة للندم والتوبة والمسيح كده كده كان جاي للصلب بس يهوزة من كتر إحساسه بالزم صلح مشكلته بمشكلة خطيرة هو إنه ما صدقش إن الله بيحبه ورحيمه إنه حيقبل توبته وحيستفيد من أخطاء بتوبته وحتكون له الحياة الأبدية في المسيح فرح عمل إيه؟ شنق نفسه وانتحر طيب نشوف حالة كده زي بطرس بمجرد ما أنكر المسيح نظر للمسيح ولقى في عين وكمية حبه حنان محدش يتخيلها خلاه يحس إنه فيه أمل وإن المسيح غفر له خطايا أو الخطأ بتاعه ساعتها تاب عن نكرانه للمسيح وبقى من أعظم المبشرين تعالوا نشوف المرأة السامرية اللي أخدت وأعطت مع المسيح عند البير وعرفت منه إنه هو المسيح المنتظر اللي عمره ما يخجلها لكن يرفع رأسها وينسيها كل مضيقة بقت من أعظم المبشرات بالمسيح عزيزي المشاهد محدش يقدر يدينك إلا الديان الحقيقي بيقول لك الديان الحقيقي بيقول لك تعالى إليه وأنا لن أدينك أبداً هو مستعد ممكن يغفر لك كل خطاياك اللي فات كله ولا تقول زنبي أعظم من أن يحتمل ولا حاجة هو ببساطة هتجيله وتقوله أنا بقره بعترف بخطاياي لإنك أنت سمعت عنك أنك أنت في كل الحل فعلاً يا جماعة المسيح هو الحل ترجمة نانسي قنقر